هو ليه ما فيش دعوه في الصيدليات يا دكتور هو حضرك الصيدلات هو للأسف الشديد أن بعض المواطنين سحبوا الأدواء من الصيدليات بشكل واسع وخزنوه عندهم الأدواء اللي مش موقع في الصيدلات اللي هي الحاجات اللي نقدر ننون اللي هي مكملات البروتوكول للعلاج يعني زي البالادول والفيتامين سي والحاجات دي يعني فيتامين سي مش موجود في الصيدليات لا هي الكيميات التجارية اللي بتنزل وزع الشركات للصيدلات هي نفس الكميات المواطنين سحبوا كيميات كبيرة من الأدوية ديت وإحنا كان فيه اجتماع الأسبوع اللي فات مع معادي الوزيرة ومع الشركات الأدوية وأوسطهم إن احنا نزود الكميات اللي بتنزل للسوق التجاري أما بالنسبة للوزارة فإحنا الكيميات بتاعة الوزارة دي كيميات محددة بستوكات محددة يعني الوزارة الرسيب بتاعها من هذه الأدوية مؤمن لجميع المرضى يعني حدك حدك بتشتري زيك زي أي واحد بيشتري كوزارة طبعا بس العدد بيكون كتير شوية عشان تغطي على حسة الوزارة عشان تغطي اسمها حسة الوزارة بتغطي المستشفى بتاعتك الحسة اللي موجودة في الصيدلات هي اللي المواطنين سحبوا أيها فندم بعد إذن حدتك معلش أنا آسف المواطنين وإحنا بقالنا لاتي 30 شهر في الموضوع عدك بتقول إن انتوا لسه عامين اجتماع الأسبوع اللي فات علشان تقول لهم الناب يزودوا علشان ما فيش أدوية في السوق لا بشيك التجاري يا فندم اي يا فندم حتى لو شيك التجاري هل انتم عامتوش رقابة ولاحظتم إن إحنا لا لقيم فيتامين سي ولا زينك ولا حديد ولا أي أنواع من أنواع الفيتامينات في السوق لمستورد ولا محلي ولا بنادول سيبك من الثيزرومكس والثيزرون والمجموعة بتاعة الانتوا بيوتكس دي ممكن أتوقع أقول لك طيب حاضر لأن الإنتاج بتاعها كان أساساً قليل إنما هل إحنا في مصر مش قادرين نسد احتياجات الأساسيات الوقائية للمجتمع قبل الأساسيات العلاجية لا حضرك فيه فرق بين الاحتياجات الوقائية والاحتياجات التخزينية تمام فندم اللي حصل ده حضرتك دي حاجات احتياجات تخزينية تمام دي مش احتياجات فعلية واللي يحصل بعد فترة على فكرة عند جميع السيادة المواطنين اللي اشتلقوا دولة وخزينوها في البيت إنها تترمي مش هتستعمل طبعا بس دي استقافت على فكرة ده العلم كله حصل فيه كده بالضبط يعني خليبكم وقاعدة المواد الغذائية في الكلام من ده في أماكن كتيرة جدا بالضبط وعلى فكرة هو الاجتماع الأخير ده ده كان اجتماع نهائي لكن كان فيه قبل منه إجراءات كتير قوي مع الشركات عن طريق إدارة السيدالة في الوزارة عشان زيادة الحصص زيادة الحصص يعني هل نتوقع أن نرى قريبا في السيداليات انفراجة في مثلا فيتامين سي إن شاء الله إن شاء الله ده هيكون بس برضو بنفس السيد المواطنين إن التخزين للمنتجات ديت الأدوية ديت عندهم في البيوت ده شيء ملوش أي قيمة تماما لإن اللي هيحتاج الأدوية دي اللي في حاجة ليها فعلا الأدوية دي كلها متوفرة في وزارة الصحة وإحنا بنوفر العلاج وكمان الأدوية المقاية للمخالطين لجميع أفراد الشعب المصري مجانا آي فنم يا دكتور مصطفى بعد إذن حضرتك أنا النهاردة أصلتي خمس أشخاص لما حضرتك بتقولي إن الوقاية بتاعتي بتقولي إن أنا أخد فيتامين سي وأخد معا الزينك أو أخد معا أي حاجة فأنا النهاردة محتاج خمس حبوب فيتامين سي في اليوم العلبة فيها 12 أرص تفور لك ساريك بقى حضرتك بقى فنن بقى دي بقى نقطة نزل نضحها للمواطنين يا ريت اتفضل بصري فنن الأدوية دي ليست أدوية وقائية دمان فأخدان يكون إن المواطن هياخدها بياخد عشان يعلي منعته هياخدها هو مش محتاجها أساسا المواطن دي موجودة في الأكل بتاعنا وموجودة ومفيش أي سفادة منها ولو كمية ده اخد جسم كمية إضافية بتنزل معافضات ملاش أي قليل ما مستطلش منها أي شيء فاستعمالها كحاجة وقائية دي مفيش أي بروتوكول في النظام الصحة العالمية بيقول إن في أدوية وقائية مفروض الناس ياخدوها عشان ما يجي لهمش الكورونا هضر لك الوقاية من الكورونا بالإجراءات اللي إحنا أعلننا عنها اللي هو الالتزام بالتباعد والغسيل الآي دي والماسك هو دي ده الإجراءات اللي تقي المواطن من الإصابة بالكورونا مش إن هو ياخد فيتامين سي أو زينك بكميات فهو كده مش يجيونه الكورونا لأ بعد إذن حال